يقول المسلمين قسمين قسم سنة وقسم الشيعة هذا هذا ابن تيمي يقول هذه حسبة من الاحسابات فذولي سنة وذولي الشيعة طيب شنو تقصد بالسنة هنا قال الأشاعر المعتزلة السلفية كل هم هنا وذول الشيعة الوحدهم طيب ليش قسمتهم الشكل قال ذولي كلهم ما يقولون بالإمامة وهذول يقولون بالإمامة جدا كلام خطير وجدا كلام مهم هذول كلهم ما يقولون بالإمامة وهؤلاء الشيعة يقولون بالإمامة الآن أنا أرجوكم رح أقف بين قوسين مضطر أن أقف بين قوسين وأرجوكم أن تنتبهوا لي بناء على كلام ابن تيمية صح هذا مو موضوعي ولكن بما أنه الآن وصلت لهذا كلام ماذا مو موضوعي لكن ضروري أقول هذا الكلام هذا الكلام اللي يقول الشيخ ابن تيمية كلام سليم أنا واحد من الناس أقبله كلام سليم هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة ما هو الفرق بينهم الفرق بينهم أن هؤلاء بأجمعهم لا يقبلون قول الشيعة في أن الإمامة تنصيب إلهي وهؤلاء ماذا يقولون يقولون أن الإمامة تنصيب إلهي جميل انتبه هذا الشخص الشيعي إذا أنكر الإمامة وين يروح انتبه لكل الزين وين يروح يروح إلى هذا الاتجاه صح ولا لا إذا كان واحد من هذه الفرقة من هذا الفريق هذا الشخص الشيعي إذا أنكر الإمامة وين رح يروح رح يطلع يسير بهذا الاتجاه صح ولا غلط لأن ذولي كلهم ينكرون الإمامة صح هذا الشخص السني إذا آمن بالإمامة وين رح يروح رح يروح إلى هذا الفريق صح ولا غلط صح إذن ما هو المائز بين هذا وهذا الإمامة الإمامة فمن آمن بها صار شيعيا ومن لم يؤمن بها صار سنيا و الله يحفظ السنة والشيعة الآن اسمع ستفترق أمتي على 73 فرقة 72 فرقة في النار و واحدة في الجنة هذا الحديث مروي عنده السنة والشيعة مو دعوة للطائفية دعوة للعلم والتبصر هذه الفرقة الناجية بأي شيء اختلفت عن الفرق الأخرى بمسألة فقهية لو بمسألة أصولية عيدوا التسجيل هذا المقطع اللي جاي أقوله عيدوا التسجيل كم مرة حتى تفهمون الفكرة اللي جاي أقولها هؤلاء 72 فرقة ليش وحدة من الفرق كانت ناجية والباقين كانوا هالكون أو هالكين كلهم مسلمين قل ستفترق أمتي ستفترق أمتي يعني كل هذه الفرق مسلمين كلهم مسلمين شنو يعني مسلمين يؤمنون بالله يؤمنون برسول الله يقرؤون القرآن يصلون يصومون يحجون يزكون يفعلون كل ما يفعله المسلمين طيب ليش هذه الفرقة تميزت على الاثنين وسبعين إذا كلهم هكذا ها الفرقة هذه عندها أصل يختلف عن باقي الفرق كلها هذا الاستدلال يعادل بالذهب إذا تنتبه لي هذه الفرقة لها أصل يختلف عن كل المذاهب الثانية طيب ما هو هذا الأصل هذا الأصل هو الإمامة إذا آمنت به دخلت فيها وإذا أنكرته خرجت منها